اهلا بكم اصدقائي في هذا الفيديو الجديد الذي سنتعرف فيه على الكلمة بوستيوم 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 اصدقائي في اللغة الفرنسية هي صفة وطعنى اولا نى اپري المورد دو سنبار اي ولد بعد وفات ابيه نى اپري المورد دو سنبار مثلا الزوجة كانت حاملا لكن الزوجة توفى قبل ولادت الطفل عندما يولد الطفل يسمى فس بوستيوم مثلا ايه الوالد الذي ولدا بعد وفات ابيه قد وارتا تروتا ايه الوالد تروى ويمكنوا لي بوستيوم كدليك انتعنيا قبل كنت يمكنك فتلا وَتُتْ لَرْأَا الْمُورَ qui a vu le jour après la mort de son auteur après la mort de son auteur أي بعد وفاتي مؤلفه أو كاتبه مثلا le premier homme le premier homme est l'oeuvre posthume d'Albert Camus le premier homme est l'oeuvre posthume d'Albert Camus le premier homme المعلوماتيكم أصدقائي هو سيرة داتية غير مكتملة كتبها Albert Camus بعد وفاته نشرتها ابنته هذه السيرة الداتية تسمى posthume أي أنها ظهرت بعد وفات مؤلفها أو كاتبها le premier homme السيرة الداتية l'oeuvre posthume هو عمل قد ظهر بعد وفات صاحبه الذي هو Albert Camus ويمكنوا كذلك لي posthume انتعنيا كي نسو بخودو كابخي لامور دلا پرسون انترسي كي نسو بخودو كابخي لامور دلا پرسون انترسي أي الَّذي يحدوتو بعد وفاتي الشخص المعني بالأمر مثلا شخص أسسى شركة أو قام بمشروع هذا المشروع أو هذه الشركة لم ترى النور إلا بعد وفاتي صاحبها يعني أن العمل أو الحدث لم يبرز بشكل كامل إلا بعد وفاتي الشخص المعني بالأمر مثلا لغلواغ بوستوم لغلواغ بوستوم نوغيشوف پا لسركوي أي أن المجد المجد لغلواغ بوستوم الذي ظهر بعد وفاتي صاحبه نوغيشوف پا لسركوي لا يدفئ التوابيت مفرد تابوت الذي يضع فيه الشخص المتوفي قبل الدفن إلا لغلواغ بوستوم المجد الذي ظهر بعد وفاتي صاحبه نوغيشوف پا لسركوي لا يدفئ التوابيت أي أنه لا يكون لديه أي معنى ترجمة نانسي قنقر